السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدارس الهدي المحمدية وفي برنامج التعليم عن بعد كيف حالكم أحبة لطلبة الصف الأول؟ اليوم سنكون معكم من جديد في مدى التربية الإسلامية أنا المعلمة حنين العقدة والمعلمة نادي المصري أما عنوان درسنا يا صغاري حان وقت أن نكتشفه معا فعلينا أن نقوم بتركيب هذه البطاقات الأربعة من البزل لكي نعرف ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم نلاحظ أن لكل بطاقة الرقم ولكل رقم يرافقه سؤال هيا بنا لنجيب على هذه الأسئلة لكي نعرف ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم مع السؤال الأول أنا أمو مبكرة لكي أستيقظ نشيطا ما رأيكم يا أول هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أبدعتم نعم إنها عبارة صحيحة رائع جدا هكذا نقول أننا استطعنا أن نقوم بتركيب القطعة الأولى هيا لنرى السؤال التالي ماذا تفعل يا أول قبل أن تذهب للنوم؟ هيا أجيبوني أحسنتم نقوم بغسل أسناننا بتنظيف الأسنان رائع جدا أيضا أقول العائلة تصبحون على خير رائع جدا إجابة مميزة يا أول نعم لا ننسى قراءة المعوذتين ودعاء النوم أبدعتم يا صغاري إجابة موفقة ومميزة هيا لنرى البطاقة الثالثة ما هو السؤال؟ عندما تستيقظ في الصباح ماذا تقول؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن أحسنت يا طفلي أيضا ماذا تقول؟ أصبحنا وأصبح الملك لله ما شاء الله أبدعت ذكر مميز ورائع ما شاء الله عنكم يا أول الصباح الخير لعائلتي أيضا أحسنتم وهكذا استطعنا أن نقوم بتركيب البطاقة الثالثة هيا لنرى إننا كنا نستطيع أن نقوم بتركيب البطاقة الرابعة هل أنتم مستعدون للسؤال؟ هيا لنرى من الصور القرآنية التي أتلوها قبل النوم من يستطيع أن يخبرني أحسنتم سورة الفاتحة وآية الكرسي سورة الفلق والناس والإخلاص أبداعتم يا أول أنتم عنوان للتميز وهكذا نكون قد استطعنا تركيب القطاعة الرابعة وهذا هو عنوان درسنا لهذا اليوم آداب النوم والاستيقاظ فاليوم هو الثلاثة تاريخ اليوم ثمانية عشر خمسة لعام الفين وواحد وعشرون المادة التربية الإسلامية وعنوان درسنا آداب النوم والاستيقاظ وفي هذا الدرس علينا أن نحقق الأهداف الآتية أطبق آداب النوم والاستيقاظ وأحفظ دعاء النوم والاستيقاظ وأقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم هيا لنبدأ بسم الله هل تعلمون يا صغاري أن إسلامنا قد حثنا على وجود آداب للنوم والاستيقاظ؟ هيا لنكتشفها معاً هيا يا أول أخبروني الآن حان دوركم أنتم ما هي الآداب التي تقومون بها عندما تذهبون للنوم؟ أحسنت يا أول أقوم بتنظيف أسناني أيضاً ماذا تفعلون؟ أقول للعائلة تصبحون على خير رائع جداً أنام مبكراً أبدعتم أيضاً من يستطيع أن يخبرني؟ رائع جداً أنام على جانب الأيمان وأدعو دعاء النوم أبدعتم يا أول وهل تعلمون أن ما تقومون به منها أفعال قبل النوم هي من الآداب التي حثنا عليها ديننا الإسلامي؟ فمن آداب النوم التي علينا أن نحرص عليها أنظف أسناني؟ وأيضاً أقول العائلة تصبحون على خير؟ وأيضاً أبدل ملابسي وأرتدي ملابس النوم؟ وأنام مبكراً وأحصن نفسي بآيات سورة الإخلاص وصورة الفلق وصورة الناس ومن ثم أنام على جانب الأيمان وأنا أدعو دعاء النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع وهذه هي أداب النوم التي علينا أن نحرص عليها وقد حثنا عليها ديننا الإسلامي أنظف أسناني وأقول العائلة تصبحون على خير أرتدي ملابس النوم وأذهب إلى النوم مبكراً ولا أنسى قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس وأن أدعو دعاء ما قبل النوم وأنام على جانب الأيمان هذه هي أداب النوم التي حثنا عليها ديننا الإسلامي هيا بنا إذن يا أول لنردد معاً دعاء النوم مع صديقنا حبوب دعاء النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع إن أنسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به لبادك الصالحين وهكذا يا أول نكون قد تعرفنا الآن على آداب النوم فلا تنساها يا صغري واحرص دائماً على أن تقوم بتطبيقها وعلى قراءة الدعاء قبل النوم أما الآن حان وقت أن ننتقل إلى أن نتعرف على آداب الاستيقاظ والآن يا صغار الرائعين بعدما تعرفنا مع المعلمة حنين ما هي آداب النوم الآن سوف نتعرف أنا وأنتم على آداب الاستيقاظ من النوم هيا أخبروني يا صغاري ماذا تفعلون عندما تستيقظون من نومكم أحسنتم نستيقظ باكراً وأيضاً أبدعتم أغسل وجهي بالماء والصابون رائع وأيضاً أرتب فراشي أحسنتم ثم أقول لعائلتي صباح الخير أحسنتم يا صغار الرائعين هذه الآداب التي نلتزم بها نحن المسلمون في الصباح الباكر عندما نستيقظ من نومنا لنتذكرها مرة أخرى سوياً ونحرص عليها في كل يوم يا صغاري أستيقظ من نومي باكراً وأردد دعاء الاستيقاظ وهو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم أرتب فراشي أبدعتم وأيضاً يا صغاري أغسل وجهي بالماء والصابون وبعد ذلك أقول صباح الخير لعائلتي وأمي وأبي أحسنتم هذه آداب النوم آداب الاستيقاظ التي علينا أن نحرص عليها في كل يوم أيها المبدعون الصغار والآن هيا نردد معاً دعاء الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور مرة أخرى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رائعين اليوم تعرفنا على آدابي ودعاء النوم والاستيقاظ قلنا دعاء النوم هو بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه ودعاء الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أحسنتم أيها الصغار المبدعون دعونا الآن نقوم بحال تدريبات كتاب الطالب هيا يا صغاري أضع إشارة صح أسفل السلوك الصحيح هيا لنرى أي هذه السلوكات والسلوك الصحيح هل أستيقظ من نومي عابسا متضايقا أم أستيقظ سعيدا وبنشاط وهمة ما رأيكم؟ أي هذه السلوكات والصحيح أحسنتم أستيقظ من نومي نشيطا مبتسما وذلك أن لأن الابتسامة من السنن التي حثنا عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا أستيقظ عابسا يا صغاري الصورة الثانية هل أقول لإخوتي أنا ذاهبة لأنام أم أقول لإخوتي تصبحون على خير؟ أحسنتم علي أن أقول لهم تصبحون على خير والآن يا صغاري بمساعدة معلمتي أرتب صور آداب النوم كما أقوم بها بالأرقام بداية ماذا أفعل يا صغاري؟ قبل أن أذهب إلى النوم أحسنتم أنظف أسناني ثم أقول تصبحون على خير لأمي وأبي وأيضا أقول تصبحون على خير لإخوتي أحسنتم أيها الرائعون ثم أقرأ دعاء النوم وبعد ذلك أذهب للنوم مبكرا أحسنتم يا صغاري الرائعين هذه هي آداب النوم التي نقوم بها بشكل يومي وإلى هنا تكون انتهت حصتنا لهذا اليوم أشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في أمان الله يا صغار الرائعين